هل نستطيع أن نلقي مزيد من الضوء ونتكلم عن خسخصة الجهاز المصرفي ودور القطاع المصرفي هل نحن في حاجة إلى خسخصة جديدة للقطاع المصرفي وخسخصة جزء من البنوك المصرية وما هي البنوك المطروحة للخسخصة وما هي عوائد الخسخصة والملاحظات أو المحزير على خسخصة البنوك في المرحلة المقبلة البنك التجاري الدولي من المصرف المتحد إلى البنك التجاري الدولي C.I.B أكبر البنوك الخاصة المصرية وأفضلها على مستوى مصر والشرق الأوسط البنك ده مع بنك مصر والبنك الأهل المصري C.I.B وبنك مصر والبنك الأهل المصري نجحوا بشكل كبير جداً في ترتيب تمويل مشترك القروض المشترك يا جماعة في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة سبع سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات ويه؟ تمام كده؟ الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر يضم التحالف المصرفي 13 بنك بقيادة البنك التجاري الدولي مصر C.I.B وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّق التمويل والبنك الأهل المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوّق التمويل يقوم البنك التجاري الدولي بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4 مليار 875 مليون جنيه وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4 مليار 875 مليون جنيه أيضا في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.5 مليون جنيه مصري ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويل للشركة يأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعم لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري ويحكس كفاءاتهم وخبراتهم المتركمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري محمد الأتريبي أعرب عن ساعدته بالتعاون مشترك بين تحالف البنوك رئيسي التنفيذ من بنك الأهلي المصري التعاون مشترك بين التحالف البنوك والشركة المصرية التصالات في ترتيب هذا التمويل الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات هشام عوكاشا أيضاً الرئيس التنفيذي لبنك مصر أعرب قائلاً بأن بنك مصر يعمل دائماً على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد المصري وتمويل ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إماناً منه بإمكانيات قطاع التصالات والتكنولوجيا المعلومات في مصر والذي ازدهر بصورة واضحة في مدار السنوات الأخيرة ومن جهته أيضاً أعرب عمر الجنيني وهو نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي السي آي بي عن اعتزاز بدور البنك التجاري مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات التصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع التصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل سلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية محمد نصر وهو العضو المنتدب الرئيسي التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قال نحن سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية وأضاف أن مشاركة هذه البنوك في القرض يعزز الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تمتع به المصرية للاتصالات حقيقة قرض كبير وقرض محترم من التحالف المصرفي الكبير وترتيب قرض مصرفي كبير بـ 18 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية للاتصالات ومن هذه البنوك الكبرى إلى البنك الزراعي المصري الزراع الرئيس للدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي والاهتمام بالتنمية الزراعي حيث اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري